بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ورساءا واتقوا الله الذي تساءلوا نبيه والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اللتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وينخفتم ألا تقصطوا فلتا ما فانكحوا ما قاب لكم من النساء مثلا وثلاثا ورباع فينخفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمالكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهم نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تقصوا أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واتسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رسدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوا إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غليا فلستعفف ومن كان فقيرا فلأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتاما والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا واليقشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية وضعافا خافوا عليهم فالتقوا واليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أبغالا لتاما غلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ينصيكم الله في أولادكم للأكر مثل حظ الأنفيين فين كن نساء فوق أصنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدث مما ترك إن كان له ولده فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصيتي يوصي بها أودين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نصعا فرغة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم رصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولده فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصيتي يوصين بها أودين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولده فإن كان لكم ولد فلهن السمن مما تركتم من بعد وصيتي يوصون بها أودين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيتي يوصى بها أودين ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأرهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فين شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتغفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان يأتي آمها منكم فآلوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان طوابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجالة ثم يتوبون من قريب من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترسوا النساء كرها ولا تعظلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بصاحشة مبينة وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فأسى أن تكرهوا شيئا شيئا ويدعلى الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زود مكان زود وآتيتم إحداؤن إحداؤن قنضارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بوتانا وإثرا مبينا وكيف تأخذونه وقد أفوا بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان صاحشة ومقتى وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وحالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم التي أرضى لكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم دخلتم بهن فإن لم تقولوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتعوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن صريغة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريغة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطي منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أولئن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متقذات أقدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويأتيكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشاوات أن تميلوا ميلاً عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وقلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدواناً وغلماً فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على الله يسيراً إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم سيئاتكم ولدخلكم مدخلاً كريماً ولا تتمنوا ما فضل الله به بعوكم على بعوكم للرجال نصيب مما اتسبوا وللنساء نصيب مما اتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليماً ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيداً الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على معض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات آنتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وانجروهن في المواجع في المواجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبووا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً وإن خفتم شقاق بينهما فضعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريداً إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالاً صخوراً الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً والذين ينفقون أموالهم لئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باللوم الآخر ومن يكون الشيطان لو قريناً فساء قريناً وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليماً إن الله لا يظلم مثقال ذرة وينتك حسنةً يضاعفها ويؤتي من لدنه أجراً عظيماً فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً يومئذ يود الذين كفروا وعصروا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يدتمون الله حديثاً يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاراً حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا أو لا مستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فتيمموا صعيداً طيباً فانسعوا بوجوهكم وإيديكم إن الله كان عفواً غفوراً ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون ضلالة ويريدون أن تغلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيراً من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع واسمع غير مسمع وراعنا لياً بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان حيراً لهم وأقوم ولا ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكم من قبل أن نقمس وجوهاً سنردها على أدبارها على أدبارها أو نلعنهم كما لعننا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولاً إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلاً انظر كيف يفترون على الله الكرب وكفى به إثماً مبيلاً ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبط والطاهوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلاً أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً أم لهم نصيباً من الملك فإذا لا يؤطون الناس نقيراً أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً فمنهم من آمن به ومنهم من صدعاً وكفى بجهنم سعيراً إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم ناراً كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزاً حكيماً والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً لهم فيها أزواج طهرة وندخلهم ظلاً ظليلاً إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعزكم به إن الله كان سميعاً بصيراً يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً ألم تر إلى الذين يسعدون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكسروا به ويريد الشيطان أن يغلهم ضلالاً بعيداً وإذا قيل لهم تعادوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين رأيت المنافقين يصدون عنك سدوداً فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا ثم جاءوا كيحلفون بالله إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فعارض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إن علموا أنفسهم جاءواك فاستغفروا الله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ولو أن ما كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان حيراً لهم وأشد تثميتاً وإذا لآتيناهم من لدنا أجراً عظيماً ولهديناهم صراطاً مستقيماً ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبزين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليماً يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً وإن منكم لمن ليبقين فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شيداً ولئن أصابكم فول من الله لا قولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً فلقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلف فسوف نؤتيه أجراً عظيماً وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستوعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين قولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعل لنا من لدنك ولياً وجعل لنا من لدنك نصيراً الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً ألم تر إلى الذين قيل لهم كفروا أيديكم وعقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إلى فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون ولا يكادون يفقهون حديثاً ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولاً وكفى بالله شهيداً من يتعي الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفظاً ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت قائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم متوكل على الله وكفى بالله وكيلاً أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً وإذا جاءهم أمر من الأمن أو القوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأساً وأشد تانكيلاً من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتاً وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيباً الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثاً فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تعدوا من أضل الله ومن يضلل الله فمن تجد له سبيلاً ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهادروا في سبيل الله فإن تولوا فاخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم ولجاً ولا نصيراً إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما فما جعل الله لكم عليهم سبيلاً ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ربوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويقفوا أيديهم فاخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطاناً مبيناً وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأاً ومن قتل مؤمناً خطأاً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم معدف لكم ومؤمن فتحرير رقبة مؤمناً وإن كان من قوم بينكم وبينهم إلثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمناً فمن لم يجد فصيام شعظين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاء جانب خالداً فيها خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدله عذاباً عظيماً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَرَتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَجَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَعُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِدَ اللَّهِ مَوَانِمُ كَثِيرًا كَذَلِكَ كُنتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَجَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الورر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجا وكلا وعد الله الحسنا وفضل الله المجاهدين على القاعدين أدراً عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله رسولاً رحيما إن الذين توفاهم الملائكة الغالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستوعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله راسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جانواً وساءت مصيراً إلا المستوعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلةً ولا يأتدون سبيلاً فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله رفماً وفوراً ومن يواجر في سبيل الله يجن في الأرض مراغماً كثيراً وساعاً ومن يخرج من بيته مغادراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله رفوراً رحيماً وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدواً مبيناً وإذا كنت فيهم فقمت لهم الصلاة فلتقوا طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فلكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمدعتكم فيميلون عليكم ميلةً واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذب من مطر أو كنتم مرضى انتظروا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً فإذا قويتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعداً وعلى جنوبكم فإذا اطمأناتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليماً حكيماً إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين حصيماً واستغفر الله إن الله كان أصوناً رحيماً ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خفاناً أثيماً يستغصون من الناس ولا يستغصون من الله وهو معهم وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطاً ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلاً ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله رسولاً رحيماً ومن يكسب إخماً فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليماً حكيماً ومن يكسب حطيئةً أو إخماً ثم يرمي به بريئاً بريئاً فقد احتمل بوتاناً وإخماً مبيناً ولولا فضل الله عليك ورحمته لأما الطائفة منهم أن يظلوا وما يغلون إلا أنفسهم وما يغرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلمه وكان فضل الله عليك عظيماً لا خير في كثير من نجراهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابطراء مرات الله فسوف نقطه أدراً عظيماً ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبجن له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيراً إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ظلم ولالاً بعيداً إن يدعون من دونه إلا إناثاً وإن يدعون إلا شيطاناً مليداً لعنى الله وقال لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً ولو ظلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وللجم من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصاً والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار ومن خالدين فيها أبداً وعد الله حقاً ومن أصدق من الله قيلاً ليس بأمانجكم ولا أمانج أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به ولا يجد له من دون الله من دون الله ولياً ولا نصيراً ومن يعمل من الصالحات من ذكر أنسى أنسى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يؤلمون نقيراً ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله لله وهو مؤسنه واتبع ملة إبراهيم حنيفاً واتخذ الله إبراهيم خليلاً ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطاً ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في الكتاب في يتاب النساء التي لا تطبونهن ما كتب لهن وترغبون وترغبون أن تركحوهن والمستوعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقصر وما تفعلوا بالخير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بالها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحاً والصلح خير وأحررت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرستم فلا تميلوا كل الميل فتذروات المعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان عصوراً رحيماً وإن يتفر آيون الله كلاً من ساعته وكان الله واسعاً حكيماً ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم من اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله ومجياً حميداً ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديراً من كان يريد ثباب الدنيا فعند الله ثباب الدنيا والآخرة وكان الله سميعاً بصيراً يا أيها الذين آمنوا كنوا قوامين بالقسط شوداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنجاً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهواء وإن تلموا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد غلوا ولاناً بعيداً إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلاً بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبطرون عندهم العزة فإن العزة لله جميعاً وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله آيات الله يكفر بها ويستازوا بها ويستازوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا ممثلون إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحذر عليكم عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً إما المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالاً قاموا كسالاً يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً بذبذبين بين ذلك لا إله أولاء ولا إله أولاً ومن يغلل الله فلن تجد له سبيلاً يا أيها الذين آمنوا لا تتحدوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين عدراً عظيماً ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عليماً لا يحب الله الجعر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعاً عليماً إن تبدو خيراً أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفواً قديراً إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْطِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرةً فأخذتهم الصائطة بذلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطاناً مبيناً ورفعنا فوقهم الطور بميساقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب بالسجدًا وقلنا لهم لا تعدوا في السبط وأخذنا منهم ميساقًا غليظًا فبما نقضهم ميساقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حقهم وقولهم قلوبنا غلف بل قبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً وبكفرهم وقولهم على مريم بغتانًاً عظيمًا وقولهم إنا قتلنا المسيح إيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزًا حكيماً وإن من أغل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدًا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم قيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرًا وأخذهم الربا وقد نو عنه أكل أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابًا أليمًا لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنطيهم أجراً عظيماً إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبي الجين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا دارود الزبوراً ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليماً رسلاً مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكيماً لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيداً إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد غلوا ظلالاً بعيداً إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداً وكان ذلك على الله يسيراً يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيراً لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليماً حكيماً يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثاً انتهوا خيراً لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً لن يستنقف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنقف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم مجوراً ويزيدهم من فوله وأما الذين استنقفوا واستكبروا فيعذبهم عذاباً أليماً عذاباً أليماً ولا يجدون لهم من دون الله ولجاء ولا نصيراً يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم فيه في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن مره هلك ليس لو ولد ولو أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كان تخنتين فلوم الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوةً رجالاً ونساءً فلذكر مثل حظ المنصيرين يبين الله لكم أن تغلوا والله بكل شيء عليم